ترجمة نانسي قنقر تجاه الأشقاء والتي تعكس الموقف الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية العادلة والمحبة الكبيرة التي يكونها جللته للشعب الفلسطيني الشقيق جاء ذلك بمناسبة مرور أسبوعين على إطلاق حملة أغيث غزة التي تنظمها اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين في غزة حيث أعرب سموه عن أسماء آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه على ما تحظى به الحملة الوطنية لغاثة الأشقاء الفلسطينيين من اهتمام ودعم مؤكدا سموه تشرف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم وأشد سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحرص سموه على تقديم كامل الدعم للمؤسسة في مختلف الحملات وأكد سموه شيخ ناصر بن حمد وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة لمساعدتهم في محنتهم الكبيرة والتخفيف من المصاب الأليم خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها جراء الحرب الدائرة في غزة وبيّن سموه أن اللجنة البحرينية الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة مستمرة في تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم سائل المولى القدير أن يرحم شهداءهم ويمن بالشفاء على جميع الجرحى والمصابئين إيمانا بقضيتهم العادلة وتعاطفا مع ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون من ظروف إنسانية كارثية جاءت التوجيهات الملكية السامية منذ بداية الحرب على غزة لإغاثة ومناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق لتعكس الموقف الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية والمحبة الكبيرة التي يكنها جلالته للشعب الفلسطيني الشقيق حيث تم تكليف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ببدء العمل وسرعان ما شكلت لجنة وطنية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة تضم في عضويتها العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية والمهنية من أجل توحيد الجهود لتقديم العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين بعد تشكيل اللجنة بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة تم الإعلان عن حملة إغاثة وطنية واسعة شارك فيها أبناء البحرين لنصرة أشقائهم في غزة وجمعت 18 مليون و600 ألف دولار أمريكي وحضيت باهتمام واسع من قبل وزارة الإعلام التي سخرت كافة إمكاناتها الفنية والإدارية والتقنية لتنظيم الحملة وخصصت فترات بث تلفزيونية طويلة واستقبلت العديد من الضيوف والشخصيات الوطنية والإغاثية والدينية التي دعمت جهود الحملة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية كثفت جهودها بالشراكة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية في فترات وجيزة بعد إطلاق الحملة لتجهيز شحنات الإغاثة بشكل عاجل وقد أرسلت شحنتها الأولى المستعجلة في غضون يومين من إطلاق الحملة وتلتها الشحنة الثانية بعد نحو عشرة أيام وقد اجتملت على مواد غذائية معلبة ومواد طبية طارئة وأدوية ومستلزمات طبية ضرورية بالتنسيق والتعاون مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية لتسهيل وصولها للأشقاء في فلسطين ومد يد العون لهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها ترجمة نانسي قنقر